أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن قيام مصر بوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي عشرين أربعة وعشرين يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بكولومبيا قب 16 حيث أضافت وزيرة البيئة أنه تم الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعت وزيرة البيئة الدولة لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التنويلية مشيدة بانضمام 89 دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة ليصل إجمالية الدول التي تعتمد هذا الدليل إلى 130 دولة